الله أَلِفْ لَا هُمَّرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبَتْ أَنْ أَرْحَيْنَا إِلَى رَلُلٍ مِّنْهُمْ أَنْكِرِ النَّاسَ وَاشْكِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشْكِرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدْ مَصِدَقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِعُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْهَامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْلَغُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَلِزِيَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْكِسْقُ وَالَّذِينَ جَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعْذَاهُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مهواه النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجريب تحديم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك الله ودعيتهم فيها سلام وآخر دعواهم للحمد لله رب العالمين ولو يعدل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فأذر الذين لا يرجون لقاءنا في طريانهم يحمهون وإذا مس الإنسان الطرد على جنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زمين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أملكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تدلى عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أذراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء ناعي عند الله قل لتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذبنا الناس رحمة منا من بعد ضراء أمستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرى إن رسل لا يكتبون ما تبكرون هو الذي يسيركم في البدل والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله أخلصين له الدين دعوا الله أخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا جماء أنزلناه من السماء فاخبل طبي نبات الأرض مما يهكر الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أهلها أنهم قادرون عليها أتانا أمرنا أتانا أمرنا فلعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس أتانا أمرنا لينا أرمارا فلعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السماء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله سمع الله لمن حامل سمع الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم الشراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين رحيم للذين أحسن الحسنى وزيادة ولا يرهق ولوها القتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم كطعا من الليل مغتبا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيئنا بينهم وقال شركاء ما كنتم إيانا تعبدون فكفى من الله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبنوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إن الضلام فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسبوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فلنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم يا دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقول لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما العمل وأنا بريئ مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار إذا عرفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قد يبني لهم بالقسط وهم لا يخلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستكرون ساعة ولا يستفدمون قل أرأيتم إن أداكم عبابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المدعمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعملون ثم قيل للذين ظلموا ذوكوا عذاب الخلط هلت بزول إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو كله وربي إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب أضي بينهم بالقسط وهم لا يغلبون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت ورليه ترجعون الله 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 السلام عليكم ورحمة الله شكرا